يكفي أن ننظر حولنا لنرى بأن كل شيء اليوم يظهر حول هذه التكنولوجيا والتي تقدم لنا وتوفر لنا تسهيلات كثيرة في حياتنا اليومية في كوننا أن نفضل على اتصال مع أهلنا وأصدقائنا عبر الشبكات الاجتماعية أو التطبيقات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية إلى غير ذلك وكذلك في المجالات الاقتصادية الصحية وكذلك في تجهيز البنيات التحتية للدول بالأخص النامية والتي هي في طريق الرسالة للعنصر النسوي لاندماجي والانخراط في هذا المجال الذي هو مجال تكنولوجيا الانتصالات والمعلومات فهي أن وجودهن والخراطهن ليس بس دور يعني كباقي الأدوار بل هو ضروري ولازم لأن المرأة بطبيعتها التي خلق بها الله سبحانه وتعالى فهي تهتم بكل ما يدور بها ولهذا فإذا كان الاتحاد الدولي للاتصالات يعير هذا الاهتمام الكبير لإدماج وليجعل العنصر النسوي ينخلط في هذا المجال وفي مستقبل هذا المجال فلأنه متأكد وواثق ومؤمن كل الإيمان بأن المرأة لها دور كبير في هذا المجال فلهذا أشجع العنصر النسوي في الاتحاق بنا في هذا المجال ونرحب بهن عمق بكطالة لحد الأماء بأن المجال صفقين اشتركوا في دور كامل وموضح استخدام ومشاهدكم ومشاهدكم